الله خلق الإنسان ولكن الإنسان آدم عصى ربه فغوى ابتعد عن الله كسر وصية وقانون الله وترد من الجنة ولكن لأن الله محبة فلم يرد أن يهلك آدم مع أنه قال موتا تموت وفعلا مات الموت الجسدي ولكن مش عاوز أنه آدم ينفصل عنه روحيا إلى الأبد فدبر ما يسمى أو ما نسميه في الكتاب المقدس خطة الخلاص وهذه كانت البداية وفعلا الموت يعني دخلت الخطية في آدم واجتاز الموت إلى الجميع لأنه آدم الأول هو رأس الخليقة القديمة آدم الثاني أو الأخير هو يسوع المسيح رأس الخليقة الجديدة بعد هذا طبعا العصيان الله دبر خطة فداء اللي هو عن طريق الذبائح الله عمل ذبيحة بنفسه اللي أخذ زمام المبادرة وألبس آدم حوى أقمس من جل ليستر عورتهما وهذا كان طبعا يعني التغطية أو الستر عورة الإنسان ولكن بنشوف أنه آدم علم أولاده هبيل أن يقدم ذبائح حيوانية تسفك دمها حتى يكفر عن الخطايا وبالإيمان ذبيحة هبيل أو قدم هبيل ذبيحة أرضى الله فذبيحة هبيل يعني إذا كانت الذبيحة الأولى للستر عورة الإنسان الذبيحة التانية كي ترضي الله يتنسم رائحة الرضا والسرور وهكذا أحبائي بعد هبيل نقرأ أنه ازدادت الخطية ازداد الشر والفساد كل تصور فكر الإنسان إنما هو شرير فقرر الله أن يبيد كل البشرية عن بكرة أبيها ولكن الله بعدالته ومحبته في نفس الوقت في شخص كان تقي يخاف الله إنسان بار صار مع الرب اللي هو نوح وفعلا نوح بعد يعني سمع أمر الرب وجمع من كل حيوانات الأرض زوج زوج معدى الحيوانات الطاهرة من كل نوع سبع أنواع الحيوانات الطاهرة شفنا أنه بعد ما خرج من الفلك بعد ما نشفت الأرض وكان الطفان عالمي طبعا اللي غطى كل وجه الأرض فمنشوف أول شيء بيعمله نوح بيقدم ذبائح شكر وعرفان وجميل وطبعا رب أعطى وصية أنه اللي بيصفك الدم أيضا دمه يصفك هذه قبل الشريعة شريعة موسى الذي قال لا تقتل فهذه الذبائح كانت في عهد يسمى عهد نوح اللي هو قوز قزح الألوان اللي منشوفها بعد المطر وهذا العهد طبعا أنه الله مش رح يهلك البشرية مرة تانية من خلال الطفان موسيقى 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 موسيقى